السلام عليكم ايه اهم نقاط قويتك وايه اهم نقاط ضعفك دي من دي من الاسئلة اللي بتجيب في الانترافيو ممتفيش حاجة اسمها اجابة انا المنزجية انت بتجاوب عن حاجة خاصة بيك وانت زياد غير عبيد فانت بتشوف الحاجات بتاعتك انت اللي مناسبة فيك بس تكون صادق فيها اهم نقاط قويتك الحاجات اللي ممكن انت فيدي الشركة يعني ما تقولش ميزة ملاش عقب الشركة لا اقول مثلا ان انا بتعلم بسرعة ان انا بحب لما تعلم حاجة بتعامل مع الاخرين ان انا بعرف اتعامل مع فريق مش انتواقي فهنعرف نعمل حاجة حالة في الشركة اسكر نقاط قويتك بصدق تمام وحاول تقول الحاجات اللي هتفيد الشركة ايه ها من نقاط ضعفك لو واحد قال لي ما عندهش نقاط ضعف ده يعني بيتكلم على واحد من الانبياء يعني ايه ازاي يعني ما عندكش كل لين عندنا نقاط ضعف يعني تمام فانت لازم تقول لنقاط ضعفة بس ما تكونش عقق للوظيفة ما ينفعش اكون انا مسلا شغال في شركة وتقول لنا ما عندهش الاتزام بالموعيب طب ازاي يعني او شغالين في شركة مع جانب كتير وتقول لنا ما عافش انجليزي تمام اا لا يعني حاول تشوف حاجة اا ما تكونش عقق زي مسلا اا عندي مشكلة في ان انا بشغل في اكتر موظيفة وبحل الموضوع ده عن طريق كذا 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 لازم تقول ان اللعيب ده خلص ما بقاش عقق لا ان انا بتعامل معايا حاليا ان هو يخطفي تمام فمسلا ما احد يقول لنا انا عصب وبتنفس كتير وبتاع انا خاف ان انا تضرب يعني يعني اعايا لحد تاني يوم اضربني تمام لا يعني لو انت قلت عيب انت كل حد عالف عيوبه طب بتعالج العيب ده ازاي يعني قبل ما تقول العيب انا بعالج العيب ده من خلال كذا 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 كذا